بالترتيب بالنسبة لأم أحمد بتقول لها بنت متجوزة وكانوا عايشين بره كويسين والمهم إنها خالعته يعني خلاص ما بقيتش على زمته ومفروض لما بتخلعه بتبريه من كل مصاريفها هي يعني طيب مصاريف الأولاد هي مصاريف المدارس ما قدرتش عليها ثابت له الأولاد البنات خدهم منها ونزل مصر مش الحال كويس بعدكها نزل مصر مش بيخليها تشوفهم مش بيخلي أهلها يشوفوا الولاد هل من حقه ده وعقوبته شرعا هو كل من على هذا الموقف نبدأ بعقوبته شرعا لأن هذه المسألة تدخل في دائرة التفكك الأسري والتفكك الأسري تحتاج إلى علاج ناجع وعلاج من جزور المشكلة يعني ما تجوش لأغصان الشجرة وتقولوا دبلانة ليه ما تدوروا على جزر الشجرة ميت ليه ما هو أي جزر شجرة مش ضعيف حيطلع أغصان دبلانة زي الأغصان دي حكمه أنه قاطع رحم بوضوح الذي يمنع البنات أن يروا ستهم بلغة المصريين جدتهم بلغة الصعيدة جدتهم يبقى قاطع رحم وبيتحجج أنا سمعتها بتقول بيتحجج لا وعزة أزيدك من الشعر بيتا اللي هو أنه ملتحي وأزهري وعارف وبيحفظ بحفظ وولاده قرآن ليس كل من أخذ السمت التدين يبقى متدين والدين المعاملة الدين له لحية وله جلبية أو سيارة لا أنا أتكلم بحاجة تانية هل عقوبته مشددة ولا بالعكس ده صار في مشدد باللغة القانون ما دام يعرفه أن هذا قطعا للرحم طبع اللي عارف غير اللي مش عارف اللي عارف ومتعمد أن يفعل الزم أسأل الله أن يعافيه ومرة تانية وإحنا في رمضان وفي الأيام الطيبة ربنا يا رب يا رب يصلح قلوب العباد لأن القضية كلها قضية قلوب هو التعارف حضرتك هو بيعمل كده ليه هو متدايق من ستهم لأن بنتها سببت في الخلع والخلع دي حاجة افتماعيا مش شوية شوية بيحس أنها مهينة يعني نعم أنه مش كويس في الأول غريبة أول يعني فعلا في منتهى الغربة حكمه يا ست الكل أنه قاطع للرحم ربنا يعافيه حضرتك من حق اكتل جائل القضاء أيوة من حق اكتل جائل القضاء وبفضل الله سبحانه وتعالى في مصر إن الحبيبة دلوقتي في حاجة جميلة أو اسمها إيه اسمها محكمة الأسرة روحي لمحكمة الأسرة خدي بنتك وروحي لمحكمة الأسرة ما دام لا يمكنها من رؤية بناتها وأولادها والبنات والأولاد فلزة والأكباد يعني ما ينفعش ما تشوفهمش ما ينفعش ما تبرهمش ما ينفعش الولاد ما يبقاش في حياتهم أم وما ينفعش الولاد يا جماعة ما يبقاش في حياتهم أب ويمكن خد يا ست بالأسباب طالما بتقولي ملتحي وبتعرف لعلة نلعب على الحتة دي يعني نخلي حد برضو حد من الصالحين اللي هو بيقناس ليهم وبيصلي معهم في الجامعة نروح له كده هو اللي يقول له يا أخي خاف ربنا يا أخي التق الله لعلة يحدث ده في قلبه كده شيء وما كانش زي ما قال فضلت للدكتور ما فيش مؤوحة ما فيش منقشة أن الحقوق ما لو ما عملوا قضاء ليه منعارك صعيب وده مش عيب ولا عيب ولا حرام نروح لقضية النصاب الأستاذ سامي